وفي ذات سياق أكدت وزيرة السياحة وصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتضامني فاطمة الزهر عمور أكدت أمس بالرباط أن وزارتها معبأة بشكل كامل من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف خلال كأس العالم لكرة القدم 2030 وأوضحت الوزير عقب اجتماعا بمقر وزارة الداخلية خصصة للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجمعي المشترك وإجراءة خريطة طريق مندمجة أوضحت أن الرهانة بالنسبة لوزارة السياحة يتمثل في القدرة على إيواء فرق الفيفا والجمهور على حد سواء كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارات المعنية ستعمل بروح الفريق يدا في يد لتكون جاهزة بشكل مسبق لملف الترشيح في شهر يوليوز ولكن أيضا لاستضافة هذا الحدث الذي سيعزز إشعاع المغرب على الصعيد الدولي